يا مرحبا حياك الله يا أستاذ أمجد كله حلو أمجد مين أمجد الشرقوي أم العمر يا أمجد 29 أعزب ولا متزوج لا متزوج الحمد لله أمجد خري جاي تخصص كلية الفنون الجميلة وقسم التصوير الزيتي عام كم 2016 طيب أمجد حكيلي عن الفترة اللي أنت مضيتها خلال الدراسة الجامعية وبعد الدراسة الجامعية لغاية درست الفنون بشكل عام وتخصصت في البينتينج وبعد دراسة الجامعية حضرت الماجستير كنت بدأت أشتغل جرافيكس بحيث أنه أكون عندي وسيط مختلف في التعبير عن اللي أنا عايز أقول من الأفكار ودولت بعد كده أخذني لفكرة الشغل للشركات أو أن أنا أساعد الشركات أنهم هما حققها والهوية البصرية اللي هما عاوزينها خدت خبرتي من كذا شركة في الأول أنا بقول أنه هما من أهم الشركات اللي موجودين في مصر كانوا في الوقت دوة معظمهم مش موجود دلوقتي طيب الأماكن اللي أنت اشتغلت فيها والمدد الزمنية أنت أول ما اشتغلت في شركة اسمها بإيجويب دوت كان في 2013 حوالي سنة وأربع شهور بعد كده رحت لشركة اسمها رينبو رينبو كانوا بيشتغلوا مع شركات الإنتاج المصرية فكننا بنشتغل في كاتيجري مختلف تماما من ديجتال برضو بس كاتيجري مختلف كنا بنشتغل على مسلسلات على قنوات فضائية على أفلام سنة ونص بس إذا توقفت عشان خاطر أداء الخدمة العسكرية حد ما جاتلي في مكان أحسن وهو نهضة مصر ودي كانت فرصة كبيرة أن أنا أشتغل في مكان يعني بعراقة وبحجم نهضة مصر كانت بالنسبة لي فرصة كبيرة وكان دوري فيها دور محوري لأن أنا كنت بعمل كونتنت ليه علاقة بالتعليم فكانت تجربة مسيرة جدا بالنسبة لي وتعليمتي فيها كتير لأن أنا كنت اشتغلت على كونتنت ما كنت اشتغلت عليه قبل كده برضو سنتين سنتين وثلاث أشهر البرامج اللي أنت تشتغل عليها في الأدوبي يعني بس في فوتوشوب وإلستيليتور أكتر حاجة يعني إن ديزاين يعني ما نش مر يعني ما نش سوبر ممتاز لكن الفوتوشوب وإلستيليتور كويس إيديا اليمين والشمال طيب أشوف تستعرض لي بعض الأشغال ده البيهانس بتاعي ده شغل مع ويت بوينت العبد دوت كلاينت بيعمل غسلات وبيعمل تلاجات مجد الأفكار اللي فيها الرسومات تبتصنعها من عندك ولا ممكن أحد يمليها عليك أو يساعدك في الوصول للأفكار هذه في الكلاينت دوت ديت حاجاتي أنا أنا اللي مكاريتها كلها إنما هو بموضوع نقاش متبادمة بيني مبيني كونتينت كرييتور بس إذا أنا التنفيذ أنا عارف أنه إنت أنا أتكلم عن الفكرة لا أقول حراية الفكرة هنا في الكلاينت دوت أنا اللي أعملها كلها من ألفها إلى يأها لكن العلاقة لازم تكون موجودة مبيني مبيني كونتينت كرييتور لأنه هو غالباً اللي بماسك الخيط بتاع الفكلاينت خلينا نشوف الأقسام الثانية بعد ذلك نشوف الأقسام اليوم ما هي الخطوات التي تنتهجها في تنفيذ الشعار؟ أول شيء أقرأ البريف جيد جداً ثاني شيء أقرأ منه الكلاينت كاتبها الكلاينت نفسه أريد أن يسترس عليها ثالث شيء أربطهم ببعض بطريقة تكون مبتكررة لا تكون أول شيء يأتي الرأس أي حد شكراً لك أستاذ أمجد وإن شاء الله لو في نصيب بإذن الله هرجع تواصل مع حضرتك وشكراً جداً لوقت حضرتك شكراً لكم